على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة السربية بيلجراد منحت اليوم جامعة بيلجراد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في سربيا درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس السيسي وأكدت الجامعة أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقا من دور سيادته في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء وطبعا أنا سعيدة جدا بهذا التحديد لأنهم شايفين أن الرئيس السيسي بذل مجهود كبير جدا في فترة صعبة جدا من إصلاح اقتصادي لإصلاح داخل البنية التحتية لمشروعات عملاقة لأيضا الشكل السياسي خارج مصر إزاي مصر أعادت مكانتها وريادتها وموقعها يعني مصر أصبحت يعني عادت إلى التاريخ والجغرافي من جانبه كمان أعرب السيد الرئيس عن اعتزازه بهذا التكريم معتبرا سيادته أنه ليس هذا التكريم ليس موجها لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخرا في مصر على العديد من الأصعاد والحقيقة دائما سيد الرئيس يذكر هذه الكلمة نحن نتشارك في كل شيء هو يشارك الشعب في كل شيء هو حريص دائما على ذكر هذه الجملة